موسيقى لكل السادة المتابعين الافاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احب اعرف حضراتكم انه جاري الان حجز فيديو المراجعة النهائية لمادة الماس لبريب وان وان شاء الله فيديو المراجعة النهائية حيكون مغطي كل الافكار والمسائل المهمة اللي دايماً بتيجي في الامتحان وبفضل الله هتكون مراجعة اضمن لك بيها انك ان شاء الله تجيب الدرجة النهائية اللي شايف انه محتاج فيديو المراجعة النهائية يرجى التواصل واتساب على الرقم اللي قدامكم على الشاشة علشان يسجل اسمه اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل السادة المتابعين الافاضل احب اعرف حضراتكم انه بفضل الله تم الانتهاء من تسجيل شرح اقوى كورس تأسيس لمادة الجيومتري لطلاب بريب وان بواجهة خاص وطلاب كل المرحلة الاعدادية بواجهة عام كورس تأسيس الجيومتري اللي بعنوان get ready for geometry انا بعتبره البداية السليمة لاي طالب عايز يفهم جيومتري صح لاني بركز فيه معاك على الحاجات اللي انت هتلاقيها كتير ودايما بتسبب لك اخطاء لو انت ما تضربتش عليها كفاية علشان كده في الكورس ده هتلاقي عدد كبير من الاكسرسايز المكسفة والمميزة في ترتيبها والتبرينات دي على جزئيات اساسية بعلمك ازاي تكتب البروف لها وبالتالي هتقدر تكتب البروف لأي مسألة بعد كده محتوى الكورس هتلاقيه مميز جدا والاكسرسايز اللي انا مجهزها لك هتلاقيها فريدة جدا من نوعها ومش هتلاقي زيها في اي مكان تاني سواء في ترتيب مواضيع الكورس وطريقة الشرح وترتيب الاكسرسايز اللي على كل جزء ان شاء الله الاساسيات اللي هتتعلمها وهتتضرب عليها في الكورس هتعتبر الاساس اللي انت هتتعلم منه ازاي تكتب البروف لأي مسألة بطريقة صحيحة والكل ولاي امر بيتابعني ومهتم بتحسين المستوى الدراسي لأولاده في الماس بواجهة عام والجيومتري بواجهة خاص اوعدك ان كورس جيت رادي فور جيومتري يعتبر افضل حاجة ممكن تقدمها لأولادك علشان حيفرق معهم كتير في تحسين مستوى الدراسي اللي شايف ان هو محتاج الكورس او محتاج يعرف تفاصيل اكتر عنه يتواصل واتساب على الرقم اللي قدامكم على الشاشة واوعدكم كورس بفضل الله مميز جدا ويعتبر فعلا اقوى تأسيس لفرعة الجيومتري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلابي طلاب بريب 1 في درس جديد على قناة برايفت ماس لسونز معكم مستر وحيد ممدوح والنهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعضنا لسون 6 في يونت 1 اللي بعنوان الدرس بتاعنا النهاردة انا بعتبره درس السه وبرضه يعتبر الدرس مهم لان فيه قواعد اساسية مهمة لازم نكون عارفينها قواعد دي هتتكرر معنا السنة الجاية والسنة اللي بعديها ودايما هنلاحظ ان الستقرار بيخش معي في مساء كتير علشان كده عايزكم بتركزوا معي في فرح اللسن يلا مع بعضنا نبدأ الدرس ونعرف مع بعضنا ايه هو الستقرار السكوير روت يا اولاد لأي نمبر يعتبر العملية العكسية للسكويرنج للنمبر ده يعني ايه الكلام ده على سبيل المثال لو عندي 6 باور 2 بتديني كام بتديني 36 يبقى السكوير روت لل36 يديني 6 برضو لو انا عندي 5 باور 2 ال5 باور 2 تديني كام تديني 25 يبقى السكوير روت لل25 يديني كام يديني 5 لما نحب نرمز للكلام ده نعمل كده نقول ان السكويرنج للسكويرنج للسكويرنج نعمل السمبل ده السمبل ده بيقول لك ايه بيقول لك النمبر اللي تحتية شوف هو جاي من ايه تايمز ايه بس يكونوا الطو نمبر زي بعض بالظبط من كل اتنين انا هاخب منهم واحد يعني السيرتي سيكس دي عبارة عن ايه دي عبارة عن سكس طايمز السكس السكوير روت اول ما يبص تحتيه يلاقي ان السيرتي سيكس متكونة من سكس طايمز سيكس يطلع على طول ايه يطلع منهم واحدة ويبقى الانصر عندي السكس طيب في حاجة مهمة جدا السيرتي سيكس لها اسمه مويز جدا كنمبر بنسميه بيرفكت سكوير نمبر البرفكت سكوير نمبر ده النمبر اللي بيكون ناتج البرودكت لطول نمبر زي بعض بالظبط زي مين النمبر زي زي الان الان عندي والفور والنين والسكستين والتوينتي فايف والسيرتي سيكس والفورتي نين سيكستي فور والأتي وان والهندرد وانهندرد توينتي وانهندرد فورتي فور مجموعة النمبرز دهت كلها بنسميها البرفكت سكوير نمبرز وطبعا فيه اكتر من كده بكتير عندي عدد لا نهائي من البرفكت سكوير نمبرز نلاحظ ايه في مجموعة النمبرز دهت نلاحظ ان الوان بييجي من ايه بيجي من وان تايمز وان والفور بيجي من ايه من تو تايمز تو وال9 بتيجي من 3 x 3 وال16 بتيجي من 4 x 4 25 بتيجي من 5 x 5 36 بتيجي من 6 x 6 49 7 x 7 64 8 x 8 81 9 x 9 ال100 سهلة بتيجي من 10 x 10 ال121 بتيجي من 11 x 11 144 بتيجي من 12 x 12 وعندي 169 13 x 13 196 14 x 14 أنا عايزكم تحفظوا المجموعة دي من النمبرز ليه لأن السكوير روت اللي قدامنا ده وده السيمبل بتاعه بيحب جدا النمبرز دي ليه بيحب النمبرز ديه علشان بيفهمها بسرعة يعني أول ما السكوير روت ده كده يلاقي تحتيه الفور على طول يديني الناتج 2 ليه؟ لأن 2 طيب ستديني 4 ولو السكوير روت شاف تحتيه 9 على طول يديني كام يديني 3 ليه؟ لأنه بيفهم البرفكت سكوير نمبر بسرعة طيب ولو قلتلك روت الـ 25 تقولي على طول يا مستر ده بإيه؟ ده بفايف طيب لو جالي مثلا السكوير روت للسري يديني ايه؟ السري عندي مش بيرفكت سكوير نمبر وبالتالي تفضل زي ما هي السكوير روت طيب لو جينا بصنا كده وشوفنا هنلاحظ برضو أن الـ 6 power 2 دي عبارة عن كام negative 6 times negative 6 وبالتالي لو جيت قلتلك روت الـ 36 ممكن تقولي ايه؟ ممكن تقولي يا مستر هتديني negative 6 ليه هتديك negative 6؟ لأن الـ 6 times negative 6 هتديني كام 36 يبقى احنا ممكن نلاحظ من هنا ايه؟ نلاحظ من هنا أن الـ 36 بيكون لها 2 روت حاجة اسمها البازاتف روت اللي هو ده روت الـ 36 اللي هو يبقى وعندي الـ negative root ده بنرموز له بالرمز ده negative روت الـ 36 اللي هو هتديه negative كام؟ negative 6 يبقى اي نمبر عندي هرموز له بالليتر ايه؟ هيكون لي عندي 2 روت البازاتف روت والنغاتف روت نوضح تاني لو قل لي البازاتف سكوير روت لـ 25 هقول له روت 25 ولو قل لي النغاتف سكوير روت للـ 16 لازم اضيف نغاتف قبل الروت ويبقى نغاتف روت سكستين تديني نغاتف الـ 4 لو حابقنا نتكلم عن الـ 2 روت في نفس الوقت بنقول بازاتف نغاتف يعني لو قلتلك هاتلي 2 سكوير روت للـ 49 تقول لي يا مستر بازاتف نيجاتف روت الـ 49 والـ 49 بتيجي من 7 تايمس 7 وبالتالي اللي سكوير روت بتاعها بكام بـ 7 يبقى الانصر عندي بازاتف نيجاتف الـ 7 ان شاء الله في المسائل الدنيا هتتوضح اكتر وناخد بالنا ان الدرس ده اللي بنيجي نشتغل فيه بقى بنحاولش نستعمل الكالكولاتور لان الكالكولاتور مش هتخليك تستفيد من الدرس ده طيب يالله نشوف مع بعضينا بعض الملحوظات المهمة جدا اول ملحوظة عندي ان روت الـ 0 بـ 0 دي سهل اول روت 0 بـ 0 طيب الملحوظة التانية ان لو جالي روت A power 2 ده بيديني الـ absolute value للنمبر A يعني ايه الكلام ده بصوا كده لو انا عندي الـ square root لـ 3 power 2 الـ root بيعمل ايه الـ root بيبص على كل اللي تحتيه يعني الـ root ده لما بص تحتيه لقى مين لقى 3 power 2 فيقول 3 power 2 حضرتك بتسوي كام تقول له والله انا 3 power 2 يعني 9 يقول لها خلاص انا هعمل الـ square root لمين للـ 9 طيب الـ square root للـ 9 بكام بـ 3 طيب ولو لقينا الـ square root لـ negative 3 square بيكي ديني ايه الـ square root هيعمل ايه هيبص تحتيه يلاقي تحتيه negative 3 power 2 يقول للـ negative 3 power 2 انا عايز اعرف انت بتسوي كام تقول من negative 3 power 2 تقول له انا والله negative 3 times negative 3 يعني انا بتسوي 9 يقول لها خلاص انا هاخد الـ square root للـ 9 اللي هي برضو كام 3 لان الـ 9 بتجي من 3 times 3 فالـ square root من كل 2 numbers زي بعض هو هيطلع لك ايه هيطلع لك واحد بس يبقى احنا الحزن ايه دي الوقتي لو النمبر عندي positive وعليه power 2 او negative وعليه power 2 الناتج لازم يطلع الـ positive number للايه للـ base دي يبقى لو بصنا للـ square root للـ negative 4 over 5 power 2 ده هيديني ايه ده هيديني الـ positive base عمره ما يديك ايه negative ابدا لازم هيديك positive number تعالوا مع بعضين اوضح اكتر لو انا عندي square root لـ 9 power 4 ده يديني ايه 9 power 4 عبارة عن ايه عبارة عن 9 squared times وحنا قلنا من كل 2 numbers زي بعض هيديني ايه هيديني واحد يبقى الـ root اول ما يشوف الـ 2 دول يطلع لي واحد منهم بس يبقى 9 power 2 طيب ولو قلت لك الـ square root مثلا 10 power 6 دي يعطي ايكوالز كام دي يعطي ايكوالز الـ square root لـ 10 power 3 times 10 power 3 وإحنا قلنا ان الـ root من كل 2 numbers زي بعض يديك واحد يبقى ده هيديني كام 10 power كام power 3 اللي احنا ملاحظينه نلاحظ ان الـ root اكنه بيعمل للـ power divided 2 يعني لو عندي هنا 9 power 4 الناتج طلع 9 power 2 ولو عندي هنا 10 power 6 الناتج طلع 10 power 3 اكن الـ 6 عملت لها divided 2 وطبعا اي حاجة power 2 الـ root بتاعها يدي نفس الحاجة يعني الـ square root 7 power 2 هتديني كام تديني 7 الـ square root لـ a power 2 تديني كام تديني ايه الـ square root لـ b power 2 تديني كام تديني b يبقى كان الـ root بالزبط بيعملك للـ power divided 2 الغلطة هنا بقى فين الغلطة هنا ان انت تلاقي power 2 وتلاقي عليها root وتقول لي يا مستر انا هحزف الـ 2 مع الـ root تاخد بالك ده في حالة واحدة بس لما يكون الـ base بوضة يعني لو شفت الـ square root لـ 8 power 2 وقلت لي يا مستر انا اقاكن الـ root بيكانسل الـ 2 الناتج بتاعك هيطلع مظبوط اللي هو 8 لكن ما تقدرش تعمل الحركة دي في منظر زي ده negative 8 power cam power 2 لو جد دلوقتي قلت لي يا مستر انا هكنسل الـ root مع الـ power 2 ويبقى الناتج عندي negative 8 اقول لك كده انت عملت غلطة كبيرة جدا ده مش هينفع لان الـ root لازم يطلع لك positive value مهمة جدا دي اللي تحت الـ root لازم يطلع positive value كلام ده برضو هيتوضح اكتر بازن الله في المسائل طيب يلا نشوف الملحوظة اللي بعد كده لو جالي حاجة زي كده وقالي الـ square root لـ a squared b squared الانصر عن تطلع ايه يعني الـ square root هنا هيعمل ايه هيأثر على الـ a squared وعلى الـ b squared هيبص كده تحته الى a squared يعني الـ a squared يعني الـ a متقرره مرتين ياخد منها واحدة ويبص هنا على الـ b الى b squared يعني متقرره مرتين ياخد منها ايه واحدة بس طيب ولو جالي الـ square root لـ a power 4 b power 6 الـ root هيعمل ايه هيبص هنا على الـ a power 4 الى ايه عبارة عن a squared times a squared يعني يعمل الـ power divided 2 ويبقى الناتج a power 2 وبعد كده يرجع يشتغل على الـ b power 6 يأثر عليها برضو ويعمل الـ power بتاعتها divided 2 ويبقى الانصر عندي b power cam power 3 يبقى احنا ممكن نلاحظ حاجة غريبة نلاحظ ان الـ square root ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن power 1 over 2 هي مهمة جدا جدا الـ square root ممكن يتحول للنمبر اللي تحته وعليه power cam power 2 يلا نجرب على المثال ده لو انا قلتلك الـ square root كده لـ a power 4 b power 6 by equals a a power 4 b power 6 وعليها power 1 over 2 يبقى ده عبارة عن power البور يبقى ده عبارة عن power البور يبقى ده عبارة عن power البور يبقى ده عبارة عن power 4 times 1 half الكلام ده times b power 6 times a 1 half بنوزع الـ power هنا وإيه؟ وهنا زي ما احنا متعودين بس بنعمله multiplication بنوزعه بالـ multiplication هنا يلا 2 divided into 1 4 divided into 2 وعندي هنا الـ square root هتتكانسل مع الـ 6 دين 3 وتبقى الانصر عندي a power 2 b power cam power 3 يبقى انا يهمني جدا تبقى انت عارف ان الـ square root هو هو بالضبط نفس النمبر اللي تحته وبيكون عليه power a 1 half طيب في عندي جزئية مهمة جدا وبتقابلنا كثير في المسائل لو انا عندي الـ x squared بإيه؟ وقال لي هاتي الـ x دي هتقابلنا كثير في الـ equation الـ x بتسوي كام؟ يلا نشوف مثال لو انا عندي كده x power 2 equals 25 يبقى انا كده بدور على الـ number لو عملتله times by itself يديني 25 يبقى الـ number ده عبارة عن إيه؟ هتقول لي يا مستر على طول 5 يعني احنا بناخد الـ root لمين للـ 25 أقولك خد بالك انت ناسي ان ممكن الـ 25 تجي لك من إيه؟ تجي لك من negative 5 times mean negative 5 زي ما هي بتيجي من 5 times l-a times l-5 يبقى الـ number x ده احتمال يكون 5 واحتمال يكون negative 5 علشان كده بنقول اننا علشان اجيب الـ x من x squared بقول كده الـ x حد equals الـ x squared root الـ x squared root و أهم حاجة في الجزئية دي لازم نضيف positive negative للناتج يبقى الانصر عندي هتكون positive negative 5 يبقى مهم جدا جدا مهم جدا جدا نكتب الـ positive negative لما نجيب الـ x من الـ xA من الـ x squared تجد اي مسألة تلاقي عندك x squared بتسوي number زي ده ويقولك هات الـ x لازم تضيف positive negative يعني لو عندك x squared مثلا بتسوي 36 ومن الـ x squared هتجيب الـ x لها equals root 36 أو هتنسى تضيف positive a positive negative يعني الناتج هيكون positive negative L6 يلا مع بعضين نشوف example 1 example 1 بيقول لي find each of the following in the simplest 4 أول root معي root 36 على طول الـ root هيقول لي أن 36 عبارة عن 6 times 6 ويبقى الناتج عندي is a is 6 طيب سأل اللي بعديها ناخد بالنا الـ root ممكن أوزعه على الـ numerator and denominator لأن دي عملية division فالـ root عندي بيتقسم على الـ division يبقى دي عملية معي الـ negative يستنى معي يبقى أنا عندي هنا root 16 divided root 25 يبقى دي عملية معي 16 والـ 25 دول perfect square numbers الـ root بيحب جدا يتعامل معهم علشان بيفهمهم بسرعة الـ root على طول فهم أن 16 عبارة عن 4 times 4 فحيقول أن الأنصر عندي is 4 والـ root هنا فهم أن 25 عبارة عن 5 times 5 فحيقول أن الأنصر عندي هنا is a is 5 طيب يلا نشوف اللي بعد كده هنا عندي مكسد المكسد لازم أحوله improper طيب والـ positive negative أكتبه زي ما هو 2 times 4 تديني 8 plus 1 9 يبقى دي 9 over 4 اللي هي positive negative الـ root طبعاً هيتوزى على الـ numerator وعلى الـ denominator وعلى الـ denominator اللي هتديني positive negative يلا الـ 9 بتيجي من 3 يبقى الأنصر عندي هنا 3 والـ 4 بتيجي من 2 times 2 يبقى الأنصر عندي is a is 2 اللي هي positive negative 1 and 1 over 2 طيب يلا نشوف اللي بعد كده اللي بعد كده دي مهمة جداً جداً ليه؟ لأنها دايماً بتجيلي في الامتحانات ودايماً بيطلق بطلة طلبة كتير جداً لما بيشوفوا المسألة دي يقولي يا مستر الـ root كده كده بيكانسل الـ squaring فأنا هكانسل الـ square ده مع الـ root ويبقى الأنصر عندي negative 2 over 7 أقولك كده انت غلطت غلطة كبيرة وأن الـ root ما بيشتغلش كده الـ root لما بيجي يشتغل بيروح يبص على كل اللي تحتيه يعني هو أصلاً مش شايف الـ negative دي هو شايف القيمة بتاعة كل اللي تحتيه وأنا اللي موجود عندي هنا ايه؟ موجود عندي negative 2 over 7 squared اللي هي ايه؟ اللي هي negative 2 over 7 times negative 2 over 7 negative times negative يديني positive يبقى أنا عندي الأنصر عندي هنا ايه؟ 4 over 49 يبقى أنا الـ root ده شايف ايه تحتيه؟ شايف 4 over 49 يروح مقسم نفسه على الـ numerator والـ denominator ويبقى الأنصر عندي is 2 over 7 يبقى أنا لو جايلي root negative number عليه power 2 ناخد بالنا أن الأنصر عندي لازم تكون الـ positive value للـ number ده طيب يلا اللي بعديها عندي هنا negative root 0.25 الـ negative يستنى زي ما هو 0.25 دي اللي هي بالضبط 25 divided 100 يلا نوزع الـ root ويبقى أنها negative root الـ 25 divided root الـ 100 اللي هي negative 5 over 10 يعني negative 0 a 0.5 طيب ناخد بالنا مفيش مشكلة خالصة لو استعملنا كالكوليتور بس بعد ما نفهم الدرس ده كويس جدا يعني ممكن نجابها بالكالكوليتور ونقل root 0.25 الـ equals 1 half الـ 0.5 طيب يلا نشوف المسألة اللي بعد كده عندي هنا positive negative root 3.6 over 10 الـ 3.6 دي عبارة عن 36 over 10 يبديعك أنها positive negative الـ square root 36 over 10 دي اللي هي 3.6 وعندي تان موجودة تحت يلا نوزع الـ root فوقه تحت يبديعك أنها positive negative square root 36 وتحت 100 يبديعك أنها بالضبط positive negative 36 الـ square root بتاعها 6 100 الـ square root بتاعها 10 10 يبقى positive negative 0.6 طيب يلا اللي بعديها المسألة اللي بعديها واللي بعديها مهمة جدا جدا مسألة دي في غاية الأهمية ودي في غاية الأهمية ولازم يجي لي واحدة منهم في المتحان هو بيجيب لك الشكل ده لا علشان انت تلغبط انت عارف ان روت الساكستين بكام بـ 4 وروت الـ 9 بكام بـ 3 تروح عامل 4 بلص 3 تديك كام تديك 7 وتقوله الأنصر عندي 7 ويبقى انت كده غلطة غلطة كبيرة جدا جدا ليه؟ لان الـ root ما بيشتغلش كده الـ root بيشتغل ازاي؟ الـ root يبص على كل اللي تحت ويتعامل مع النتيجة بتاعتهم يعني يبص على الـ operation ويشوف النتيجة ايه؟ ويتعامل مع النتيجة يعني الـ root هنا لما بيكون في addition أو subtraction هو مش شايف الساكستين ولا شايف الـ 9 هو هيشوف النتيجة بتاعتهم يعني هو هيستنى كده لما الساكستين والـ 9 تبقى هم addition ويبقى الـ native بتاعهم 25 ويشتغل على الـ 25 root الـ 25 بكام بـ 5 يبقى الـ answer عندي is 5 not 7 طيب دي بردو زيها هو هنا جايب لك root 100 minus كام minus 36 ممكن حد يتسرع ويقول لي يا مستر الـ 100 الـ root بتاعها 2 والـ 36 الـ root بتاعها 6 يبقى الـ answer عندي is 4 وبردو يبقى انت غلطت غلطة كبيرة جدا جدا لان مش هو ده الحل الـ root ما بيشتغلش كده الـ root بيبص على الناتج بتاع كل اللي تحتين ده في الـ addition و الـ subtraction بس في الـ multiplication و الـ division ممكن يتوزع يبقى ده هي equals معنا الـ square root 100 minus 36 64 و root 64 بكام بإيه؟ طبعا الإجابة مختلفة تماما طيب يلا نبص هنا عندي numerator و denominator نوزع يلا الـ root على الـ numerator وعلى denominator طيب يلا هنا الـ root 36 بكام؟ بـ 6 وـ root A power 8 الـ root بيعمل الـ power طيب الـ root 49 بـ 7 وـ root D power 4 الـ root يعمل الـ power يبقى يديني ده كام؟ طيب يلا نشوف مسائل الـ try لو انت لسه متابعني الـ حد دلوقتي ومهتم بالمحتوى العلمي اللي بتقدمه القناة اتمنى ان انت تدوس لايك ويساعدني اكتر ان انت تسيب كومنت تعبر بيه عن رأيك في الفيديو اول مسألة معامة مسائل الـ try بيقول لي الـ root 64 طبعا 64 يعني الـ root بيحب يتعامل معاه لماذا؟ لان الـ 64 عبارة عن 8 times 8 يبقى الـ root الـ root 64 عبارة عن 8 طيب يلا الـ root 900 هل ممكن نعملها في الكالكولياتور؟ اه مفيش مشكلة الـ root 900 تديني كام؟ تديني 30 طب الـ 30 دي جات ازاي؟ انا ممكن اقول كده لكنها negative root الـ 900 عبارة عن اي؟ عبارة عن 9 times 100 وقولنا الـ root ممكن يتقسم على الملتبليكيشن والديفيشن بس يبقى negative root 9 times root الـ 100 ها؟ root 9 بيكان بسري تبقى negative 3 times root 100 بـ 10 اللي هي negative الـ 30 طيب يلا اللي بعديها قلنا ان الـ root بيتقسم على الـ numerator وعلى الـ denominator طيب هنا الـ 36 عبارة عن ايه؟ 36 عبارة عن 6 times 6 يبقى الـ root بتاعها 6 طيب الـ 25 عبارة عن 5 times 5 يبقى الـ root بتاعها 5 يبقى ده negative 1 1 over 5 زي ما انت شايفين انا بحاول اقلل جدا جدا استعمال الـ calculator علشان اتضرب اكتر على الـ lesson طيب اللي بعدي كده المكس ده حاوله امبروبر والـ positive negative تتكتب زي ما هي positive negative بـ square root يلا 6 times 4 24 plus 1 25 25 divided الـ 4 اللي هي positive negative ممكن احله على طول من غير بقى موزع يعني انا خلاص فاهم ان الـ root ده حيتقسم على الـ numerator and denominator يبقى root الـ 25 بـ 5 وروت الـ 4 بـ 2 اللي هي positive negative 2 1 over الـ 2 طيب يلا هنا اعمل دي ازاي؟ ممكن اعملها على الـ calculator لو انت شايف ان هي صعبة هتعمل كده root 0.64 تديني كام 0.8 جات ازاي جات كده؟ دي اكت انها square root الدسمال احاوله فراكشن بروبر فراكشن يبقى 64 over 100 اللي هي the square root of 64 divide the square root of A of 100 64 عبارة عن 8 times 8 يبقى هنا 8 over 10 اللي هي 0.8 زي ما انت شايفين اشتغلنا عادي خالص من غير كالكوليتور وبرضو وصلنا للحل كلام ده بيدربك اكتر وبيخليك اقوى في الماثيماتيكس طيب المسألة اللي بعد كده دي من المسألة المهمة جدا وزي ما قلتلكم بتلغبط ناس كتير هو اصلا جابلك المسألة دي علشان يلغبطك علشان انت تتصرع وتقول ان الـ 100 root بتاحها 2 والـ 64 الـ root بتاحها 8 ويبقى 2 ويبقى انت كده وقعت في الفخ كلام ده غلط تماما امال احنا بنعمل ايه الـ root بيشتغل ازاي لازم تعرف ان الـ root بيشتغل على النتيجة بتاعت كل اللي تحتيه يعني الـ root كده هيقعد مستني ويتفرق كده على الـ 100 ويشوف هيتطلع كام طبعا النتيجة بتاعتهم هتبقى 36 الـ root بقى يشتغل على الـ 36 دلوقتي يبقى root 36 تديني الـ 6 بس ايه دي مهمة جدا ولازم تفهمها كويس طيب يالله نشوف اجزامبل 2 هنا بيقولي find square root 441 هل ممكن نستعمل الكالكولاتور؟ مفيش مشكلة root 441 equals تديني 21 ولكن احنا عايزين نعرف اين حصل طبعا طالما تديني number يبقى اكيد الـ 441 عبارة عن perfect square number ان هي بتيجي من 21 times mean 21 الـ root اول ما شاف تحته perfect square number فهمه على طول وعرف ان الـ 441 بتيجي من 21 times 21 ورحمة ديني فهم كلهم طيب نعمل ايه؟ نبتدي يا اولاد نجرب نعمل division 441 على كل الـ perfect square اول واحد فيهم من الفور شوف هايدينا كام؟ وبعد كده 441 divided كام؟ من الـ perfect اللي بعد الفور؟ الـ 9 لان 42 times 2 وال9 3 times 3 يلا كده نجرب الـ 2 نيه كده على كالكليتور 441 divided 4 اداني ايه؟ اداني fraction ما اخدهاش طيب 441 divided 9 اداني كام؟ اداني 49 انا كده عرفت ان 441 divided 9 بـ 49 واللي معناها ان روت 441 دي هتسوي الـ square root مين لـ 9 times 40 49 وانا قلتلك الروت ممكن يتوزع على الملتبليكيشن تبقى روت 9 times روت 49 دي تديك كام؟ دي تديك 3 دي تديك كام؟ دي تديك 7 3 times 7 كام؟ 21 يبقى اي نمبر موجود تحت روت لو انا عايز اشتغل عليه ابتدي ادور ادور على البرفكت سكوير نمبر زي اللي جواه ازاي اعمل مرة على 4 ومرة على 9 طب لو ما نفعتش اعمل على سكستين وجرب على 25 تمام يا ولاد؟ طيب يالا نشوف اكزامبل 3 تقول simplify each of the following to the simplest form لما اجا بص هنا عندي روت وعندي هنا باور هنا هنوزع الروت ونحله وهنا هنوزع برضو الباور يبدي احد اكوال زي معايا كد ادي 49 ب7 روت الفور ب2 كلام ده 2 ب4 و7 باور 2 ب49 7 تتكنسل مع 7 و2 تتكنسل مع 2 طبعا ده هيدديني 1 ويبقى الانصر عندي is negative 4 overcame 49 يالا اللي بعديها لما اجا بص بعيني كده اي حاجة باور 0 هتبقى بايه؟ هتبقى ب1 يعني كل ده كده ابقى انا عارف انه هيدديني ايه؟ يديني 1 طيب يالا نوزع الباور عندي هنا وعليه باور even يبقى النيجاتي دي هتتكنسل يبقى دي اكي انها 3 power 2 divided 2 power 2 الكلام ده times الروت يتقسم على النيوميراتور والدينوميناتور يبقى root 64 divided root 9 times mean times 1 طيب اللي هاتيكوالز معانا 3 power 2 9 2 power 2 4 الكلام ده هيبقى times root 64 ب8 root 9 ب3 times 1 خلاص لا 1 3 divided 6 ديني 1 9 divided 3 ديني 3 و4 divided 40 ديني 1 و8 divided 40 ديني 2 يبقى عندي 3 times 2 اللي هي بكام اللي هي ب6 يلا اللي بعديها هنا ميكسد احوله امبروبر يبقى عندي اكوالز معانا 2 times 9 18 plus 7 25 يبقى 25 divided in 9 power cam power 2 كلام ده divided يلا نقسم الروت نوزعه هنا يبقى 25 divided cam divided 9 طيب ناخد بالنا دي باورتوه يعني ايه يعني ايه ده هيتكرر مرتين بالمالتبليكيشن بديقى انها كده بالظبط 25 times 25 وديقى انها 9 times 9 الديفيجن احوله مرتبليكيشن وشكل باللي بعديه هنا في روت ياولد طيب روت الـ 25 بـ 5 انزلها تحت وروت الـ 9 بـ 3 تطلع فوق يلا نعمل simplification 3 divided 3 1 9 divided 3 تديني 3 و 5 divided 5 تديني 1 25 divided 5 تديني 5 مين اللي بقى عندي فوق 25 times 5 بـ 125 و 9 times 3 كام بـ 27 لو جاءنا نحولها المكسد بالكالكولياتور 125 divide 27 equals SD نعمل shift SD هتديني 4 ويبقى 17 over 27 اللي شايف انه بيستفيد من القناة وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق ودافون كاش على الرقم اللي قدامكو على الشاشة كام بـ انا نرى مسائل طريق معيني كده انا شايف فراكشن عليه باور 0 أي حاجة باور 0 كان بـ 1 هذا الكلام لازم اخد بالي منه في اول المسألة طيب عندي باور يلا نوزعه هنا 2 ستتوزعه على 3 تبقى 2 power 2 divided 3 power 2 كلام ده times الroot هنوزعه على النيومريتور وعلى الدي نوميناتور يالا نفك 2 power 2 4 3 power 2 9 كلام ده هيبقى times الroot ال81 ال81 دي perfect الـ equals 9 times 9 والroot بيحب جدا الـ perfect square numbers علشان بيفهمهم بسرعة يبقى انا هيديني 9 وانا هيديني كام يديني 4 الفور هتتكانسل مع الفور والني هتتكانسل مع الـ 9 هيديني 1 يلا اللي بعديها يلا هنا هتتقوز معنا 5 over 7 كلام ده times نوزع يلا الroot على النيومريتور وعلى الدي نوميناتور ناخد بقنا هنا علامة division الـ division هحاولها multiplication ممكن هستنى شوية عملها الخطوة اللي بعديها هقول divided هنا النيجاتف عليه power even هيتكنسل يبقى انا عندي هنا 5 power 2 divided 3 power 2 اللي هتتقوز هنا هيبقى 5 divided 7 times يلا روت الـ 49 ب7 روت الـ 36 بكام ب6 كلام ده هيبقى divided 5 power 2 ب25 3 power 2 ب9 كلام ده هيقوز معنا هنا 5 times 7 over 6 الـ division احاوله multiplication وشأل بالفركشن اللي بعد كده يبقى 9 الـ 25 يلا نعمل cancellation 7 هتتقنسل مع 7 هنا 5 تديني 1 هنا 25 divided 5 هتتديني 5 وعندي 6 divided 3 تديني 2 و9 divided 3 تديني 3 يبقى عندي هنا فوق 1 times 1 times 3 اللي هي 3 وتحت 2 times 5 تديني كام اللي هي 0 point 3 طيب يلا نشوف example 4 يقول the base lens of a triangle is 16 centimeters and its corresponding height is 8 find the lens of a square having the same area of that triangle طيب احنا عندنا triangle triangle ده لي area هو هنا مديني triangle triangle here triangle triangle ده height يقول ان كل الباز ده كان بس 20 centimeters والهي الده كان ب8 centimeters عايزين side length square لنفس area بتاعت triangle يبقى الاول نجيب area تاعت triangle يبقى the area of the triangle هت equal the half the base times height اللي هي 1 over 2 times the base became bskeestine times the height became b8 ناخد بالنا ان انا ممكن اكنسل 2 مع 8 ومع 16 لو cancel 2 مع 8 هيدين هنا 4 عملية الملتبليكيشن بعد 16 times 4 هتبقى صعبة يبقى دايما لما اعمل cancel مع الرقم الكبير يعني 2 divided 2 1 16 divided 2 تديني 8 سهل علي اعمل 8 times 8 تديني كام 64 سنتيمتر سكوير يبقى السؤال دلوقتي لو عندك سكوير الاريا بتاعته 64 يبقى الصيد بتاعه كام يعني الاريا بتاعت السكوير هت equals 64 اللي هي بتايكوالز السايد times السايد يبقى الصايد عندي هي حي ايكوالز السكوير روت للسكوير اللي هي 8 سنتيمتر يالله نشوف اسأل في التراي يقول إذا اريا اف سكوير از 1 بوين تفور سانتيمتر سكوير فاين اتس برامتر الاريا بتاعت السكوير بتاعت السايد تايمز اتس يبقى السايد عندي حي ايكوالز السكوير روت بتاع الاريا اللي هو السكوير روت الوان بوين تفور هات ايكوالز ايه من غير كالكوليتور ممكن اعمل كده الوان بوين تفور تفور اللي هي 144 divided 100 يالله نقسم الروت يبقى روت 144 divided root 100 اللي هي 12 تمام 144 عبارة عن 12 times 12 يبقى روت 144 12 100 10 اللي هي 1.2 سنتيمتر زي مسألة ما خلصاتش ده عايز البرامتر طيب البرامتر تعال الاريا 4 times side length يعني 4 times 1.2 اللي هي 4.8 سنتيمتر زي ما انتوا شايفين يا ولاد الدرس تعالى سهل جدا ممكن نستعمل الكالكوليتور او ما فيش مشكلة ما عنديش مشكلة انت استعمل الكالكوليتور بس بعد لما تفهم الدرس كويس وبعد لما تفهم الروت بيشتغل ازاي على النومبرز اللي تحت هي الاكسرصايز تحت الدرس ده مهمة جدا جدا ويريد تحلها معايا علشان تستفيد من الدرس ده اكثر استفادة يا رب يا رب يكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيلك ان شاء الله اشتغل 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 اشتغل